أربعة أيام ورئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي يعقد اللقاءات في حضر موت التي يزورها للمرة الثانية خلال عام ويصدر الوعود الغامضة تمهيدا للإفصاح عن المهمة التي جاء من أجلها حتى اليوم والعليمي لم يكشف صراحة عن رغبته في استيناف تصدير النفط من ميناء الضب والنشيمة التي استهدفتهما ميليشيا الحوثي في أكتوبر من العام 2022 الأسباب كثيرة أمام تأني رئيس مجلس القيادة في الحديث عن استيناف التصدير خاصة أن زيارته قوبلت برفض من مكونات سياسية وقبلية في حضر موت واشتراطات بمنح المحافظة حصتها الكافية بإعادة تنمية الخدمات المتردية حلف قبائل حضر موت هدد خلال اجتماع استثنائي بالسيطرة على موارد المحافظة النفطية ومنع استيناف تصدير النفط في حال لم يستجب مجلس القيادة الرئاسي لمطالبه الحلف حذر أيضا في بيان على أي تصرف بنفط حضر موت أو تصديره أو تسويقه إلا بعد تثبيت مكانة المحافظة وغضمان حقوقها واعتبر البيان أن المخزون النفطي في خزانات ميناء الضب والمسيلة حق من حقوق حضر موت يجب تسخير كامل قيمته لشراء طاقة كهربائية للمحافظة هذه المطالب لم يتحرك حتى الآن مجلس القيادة الرئاسي بشأنها ويرى مراقبون أنه ينتظر ضغوطات سعودية على هذه المكونات خاصة أن إعادة تصدير النفط يأتي في سياق خارطة الطريق التي ترعاها المملكة والمبعوث الأممي لكن مليشيا الحوثي تسعى إلى ممارسة الابتزاز المعهود لضمان منحها حصة أكبر حيث نفت الاثنين الماضي الأنباء التي تحدثت عن اتفاق مع الجانب الحكومي لاستئناف تصدير النفط مؤكدة أن الملف مرهون بتسليم رواتب الموظفين وهددت الشركات المحلية والأجنبية مما أسمته التواطؤ مع الحكومة الشرعية وانتهاك قرار منع نهب الثروة الوطنية يبقى التساؤل حاضنا عن مصير هذا المورد السيادي وعن مدى قدرة الحكومة على استئناف التصدير وسط التحديات الراهنة وتجاوز تهديدات مليشيا الحوثي وضغوط السعودية اشتركوا في القناة